اشتركوا في القناة السفير الأمريكي الأسبق لدى سلطنة عمان المديرة التنفيذية للمجلس وذلك بمناسبة زيارتهم للمملكة ورحب صاحب الجلالة أيده الله بالوفد الزائر وأشهد بعمق علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تمتد لأكثر من 120 عاما من التعاون والتنسيق المشترك الذي يشهد بشكل مستمر تطورا كبيرا في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما أعرب جلالته عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وأكد جلالة الملك المفدار عاه الله أن أهل البحرين يعيشون جميعا في مجتمع متحاب مترابط ومتسامح وتحتضن جميع الديانات والمذاهب على أرضه الطيبة وتضمن حرية وممارسة شعائرهم في أماكن عباداتهم العديدة من سنوات طويلة بكل سلام وحرية مضيفا أيده الله أن المرأة البحرينية حققت إنجازات في مختلف المجالات وما وصلت إليه من مكانة عالية في مجتمعها نابع من كفاءتها ووعي أهل البحرين واحترامهم لدور المرأة منذ عقود طويلة مضيفا حفظه الله أننا في البحرين نعيش بحمد الله كأسرة واحدة متحابة ترحب بالجميع من مختلف شعوب العالم ويفضلون العيش فيها لما يجدونه من كرم الضيافة وحسن المعاملة من أهلها جميعا وتطرق جلالة الملك المفدى مع وفد مجلس سياسة الشرق الأوسط إلى عدد من القضايا السياسية والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك ونوه جلالته بدور مجلس سياسة الشرق الأوسط في تنظيم المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة لمختلف القضايا السياسية والأمنية التي تهم منطقة الشرق الأوسط مشيدا بما يحظى به رئيس وأعضاؤه من تجربة دبلوماسية متميزة وخبرة واسعة تمكنهم من تحقيق أهداف المجلس وتطلعاته من جانبه أعرب السيد ريشارد شمير عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى يده الله على حفاوة الاستقبال مشيدا بما تواصل تحقيقه المملكة من تطور وتقدم على الصعود كافة وما تشهده من نهضة شاملة تحت قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله